استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي قيام السفارة الأمريكية بإطلاق نيران بدعوى تجربة استخدام منظومة دفاع جوي وقال الكعبي في بيان إن ما قمت به السفارة الأمريكية يعد خطوة استفزازية جديدة مخالفة لكل القوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة يضمن إيقاف التحركات والأفعال التي من شأنها استفزاز مشاعر أبناء الشعب العراقي